اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الجينو ديرماتوزز جينو جاية من ايه؟ جاية من كلمة جيناتك يعني الموضوع هنا جيناتك ديسيز او هيرتابول ديسيز بيأثر على الجلب ده معنى كلمة العنوان بتاعنا او الشفتر بتاعنا فدي مجموعة من الانهيرتيد جيناتك سكين كونديشن على حسب موض الوراثة بتاعتها في منها اللي بيتم تورسه عن طريق كروموزومة الأبنورماليتي في منهم اللي بيتم تورسه عن طريق سينجل جين أبنورماليتي وفي منهم اللي بيتم تورسه عن طريق اكتر من جين أفكتد مع وجود انفيرومينتال فكتور ودي بنزميها بولي جيناتك مين اكتر نوع مشهور واكتر مجموعة من الامراض هي السينجل جين اكتر مجموعة من الامراض السبب بتاعها سينجل جين وموظم اللي احنا نتكلم عنهم هو سينجل جين نبدأ بأول نوع عندنا وهو إيه وهو الإكتايوزس إكتايوزس يعني يا جماعة إكتايوزس مجموعة من الأمراض بتتميز بأن على الجلد موجود سكيلز والسكيلز دي تليها شكل مميز قوي إن هي مضلعة بولي جونال السنتر بتاعها التاتش للجلد اللي تحته والبريفري بتاعتها منفصلة تمام فده إيه ده الأمراض أو مجموعة الأمراض اللي اسمها الإكتايوزس إكتايوزس عندنا بيرجع يتقسم على حسب السيفيريتي بتاعته وعلى حسب الأنصت بتاعه بيبدأ إمتى المرض في منهم اللي الطفل بيتولد أصلا عنده المرض في منهم اللي بيظهر بعد ثلاث شهور من الولادة وفي منهم اللي بيختفي عند سن البيوباريتي فعندنا الإكتايوزس بيتقسم عندك لأنواع على حسب السيفيريتي وعلى حسب إيه وعلى حسب حاجة كمان وهي الجيناتك ديس أوردر اللي حاصل هو عبارة عن إيه وطريقة الوراثة بتاعته عبارة عن إيه فديت الثلاث حاجات اللي بيختلفوا فيها الأمراض وبناء عليه بتدينا أن احنا نقسم الإكتايوزس لواحد المستقامن طيب اسمه إكتايوزس فالجاريس كلمة فالجاريس لما تشوفها في أي مرض في الجلدية معناها مستقامن تمام؟ ده المستقامن يبقى الإكتايوزس فالجاريس ده المستقامن طيب وفي إيه الإكتايوزس نوع الوراثة بتاعه إيه؟ نوع الوراثة بتاعه ونوع التعارس بتاعه أوتوزوم الدومنت ومعنى كده أنه الأب أو الأم مصابين هينقلوا لـ 50% من أبنائهم المرض تمام؟ طيب ده معنى كلمة أوتوزوم الدومنت طب يا ترى الخلل فيه؟ الخلل في جين اسمه الفيلاجرينجين هو الفيلاجرينجين ده وظيفته إيه؟ بص يا جماعا فيلاجرينجين ده هو ده بيربط بين الكيراتين وبين الفوسفوليبل والكوليسترول اللي موجود بين طبقات الجلد إيه ده وإحنا عندنا بين طبقات الجلد فيه دهون؟ فيه دهون موجودة بين الكيراتينوسايت وبعضها البغض هدفها أنها تعمل إيه؟ هدفها أنها تعمل مويزة شر للجلد حلو؟ وكمان الجين ده فيه بروتين تاني بيطلعه يعني فيه بروتين تاني بيطلعه الفيلاجرينجين وهو الناتشرا المويسرينجي فاكتر وده المسؤول زي ما قلنا اللي بيربط بين الكيراتين بص يا ده الكيراتين أهو تقادل في اللاجرين أهو الفيلاجرين ده هوت في نفس الوقت بيربط بين إيه؟ بيربط بين الخلايا أهو أهو بيربط مع الكوليسترول الموجود بين الخلايا أو الليبتز الموجودة بين الخلايا المسؤولة عن المويزة شر عشان كده بنقول أن الفيلاجرين بروتين يعتبر ناتشرا المويزة شرينجي فاكتر حاجة طبيعية ربنا خليها عشان ترطب الجلد خلو كده منتين السكين هايدريتد طيب خد بالك أن بيه كده على جنب الفيلاجرينجين ده هوت الفيلاجرينجين وجدوه أنه برضو في الأشخاص اللي عندهم أتوبك درماتايتس وبالتالي عندنا مرضين فيهم مشكلة في الفيلاجرين المرض الأولاني إكتيوسيس فالجاريس المرض الثاني الأتوبك درماتايتس لما ناخدها إن شاء الله هتلاعيني بعيد لك نفس الجملة دي التالي يا ترى الأعراض ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفالجاريس الفالجاريس بيبدأ بعد سن ثلاث شهور ودي حاجة مميزة ليه نوعه بيبدأ بعد سن ثلاث شهور وبيفضل موجود طول المرحلة بتاعت الـ Childhood فقط وبعد كده أول ما الطفل يوصل لمرحلة البيوبرتي خلاص بيبتلي الإكتيوسيس يختاف طب بيختاف ليه لأن البيوبرتي فيه هرمونات بتطلع زي الأندروجين بالنسبة للميل وزي الأستروجين بالنسبة للميل ودولة ذات نفسهم بيزولوا كمية أصلا الفات الموجودة فأنا ما بحتكش في اللاجرين بروتين أو Natural Musecturing Defector فيه إن أنا أحتفظ بإيه بالمويست بتاعت الجلد إلي محتفظ بالمويست بتاعت الجلد أو اللي بيخلي الجلد هيدريتد إيه إن سبحان الله في طبقة من الدهون بتكون فوق الجلد طبقة عازلة بتمنع طبقة خور الميا وبالتالي جلدك عيفضل راتك حلو كده؟ طيب نيجي لكلام بقية الكلام إيه الأعراض Clinical Picture المريض بتاعك هيجي يشتكي من إيه؟ هيجي يشتكي من السكيلز السكيلز ديت بتكون وبيتكون موجودة وبيتكون موجودة أكتر بركز في الكلام أكتر During Winter طب During Winter أكتر ليه؟ إيه ما تنساش إن During Winter ما فيش سويتنج وطول ما فيش سويتنج الجلد ما له الجلد ناشف صح؟ فالجلد بيزاد النشوفة بتاعته أثناء الوينتر وبتقل أثناء السمر أو بتتحسن النشفية أو بيتحسن السكيلز أثناء السمر فديه حاجة مهمة لازم إن احنا نعرفها عن الكتيوسوس بالجابس طبعا حاجة تانية برضو لازم نعرفها اللور لمب بعيدة عن المية حتى أنت ما يوم ما بتيه تخسل إيدك بعدك تخسل اللي فوق بس اللي تحت بوعيد صح؟ فالسكيلز بتكون كورس وشديدة وهي حجمها كبير على اللور لمب مقارنة بالقابر لمب الحاجة اللي بعد كده موجودة أكتر على الاكستنسور أسبكت الأماكن اللي موجودة فينا يا جماعة الأماكن اللي بعيدة عن المية أنت دلوقتي لما بتخسل إيدك ظهر إيدك بتعرف تجيبه؟ طب ظهر الأرم بتاعك ظهر الفور أرم الاكستنسور ما بتعرفش تجيبها وبالتالي مالها هيكون فيها إيه؟ هيكون فيها الاكتايوزوس واضح وبرومنان تاوي طب الأماكن اللي هي فيها عرق طبيعي زي الفليكسورز زي إيه الفليكسورز؟ زي القلبو مثلا الباكوفزاني الإنجوائنا الريجون العجزيلة الريجون لأماكن دل أنت بتعرق فيها صح؟ لأماكن دل بتعرق فيها يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش نشفان للجلد فيها يبقى طبيعة دكتور إن إيه؟ إن بيحصل سبيرينج سبيرينج للميجور بادي فولد للميجور بادي فولد زي الأكزيلة زي الباكوف دانيل حاجات دي تمام كده؟ طيب طب إيه أخبار البالمو السول؟ إيه أخبار إيدك ورجلك؟ إيه الأخبار فيها؟ إيده ورجلي ده يكون الجلد فيها ناشف ومتجمع فوق بعضه البعض يعمل هايبر كيراتوزيس ويه السكين ماركينج تكون ظهرة فيه قوي تمام؟ الحاجة اللي بعد كده زي ما قلنا أسوشيتل معلاتوبك درماطايتز قلناها قبل كده وكمان حط حاجة زيادة حاجة اسمها كيراتوزيس بايلاريس الكيراتوزيس بايلاريس دي احنا عارفين يا جماعة ان الهير فوليكل من تحت لو جينا نرسم هير فوليكل في الجلد في عندنا عضلة اسمها اسمها إيه؟ اسمها البايلاريس مصل دي بتشد ايه؟ دي بتشد الشعر لما تحس بالخوف صح؟ الأشخاص دولت عندهم ايه؟ عندهم الشعر المشدود بصورة مستمرة بيعمل حاجة اسمها الجوزيس كين أو كيراتوزيس بايلاريس لما أخد عينة سكين بايوبسي وأزبوها تحت المايكروسكوب على ايه انت متوقع تلاقيه؟ متوقع لقيني موجودة دكتور هايبر كيراتوزيس صح يا حبيب بس هايبر كيراتوزيس ومعاري تنشل للنيوكلياية فهنسمي ده ايه؟ هنسميه أورسو كيراتوزيس هايبر كيراتوزيس يا جماعة مع بارا كيراتوزيس الاتنين مع بعض بنقول عليهم أورسو كيراتوزيس أورسو كيراتوزيس والجراني لارلير بسبب الضغط عليهم الطباط اللي فيها عددها بيكون قليل شوية تمام كده؟ طيب زي ما قلنا بيختفي مجرد مدى الشخص أو الطفل يوصل لسن الأدل تهود ليه يا سيدي؟ دلوقتي خلاص في حاجات بتطلع تانية ننلخص الكلام اللي قلنا في الكلينيكال بيكتشر عيديرك يقولك أنا حسس أن أنا عندي أشف 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 يعني أشف دي يعني الجلد بتاعه ناشف مش راتب بيكون موجود أكتر على اللور لمب مقارنة بالأبر لمب جلد إيدي والسول بتاع الرجل تخين سايكند سكن وهيبرتروفك سكن ماركينج على البالم والسول سبيرنج الميجور بادي فولد الأماكن اللي فيها سويتنج عايبت عنها وكذلك بيزيد في الشتاء ويقل في الصيف ما ننساش بالـ H&E لقيت هايبركراتوزيس وأورسوكراتوزيس وريديوز إيه وريديوز الجرانيولوزيس اللي هي طيب التريتمنت ولا حاجة هو عنده إيه لنقص نقص سويت موزد شر اتديروا يا عم كريمات اتديروا يا عم حاجات ترطى بالجلد خلاص انتهى الموضوع كده كده هيتحسن لما يوصل لسن البيوبرت طيب خشيلي بقى على X-linked اكتيوز خشيلي على ايه على X-linked اكتيوز ده يا جماعة سفير شوية عن الفولجاريس ده X-linked يعني X-linked يعني بييجي في الميلز يا دكتور wax-linked recessive يا أولاد فبييجي في الميلز اكتر من الفيميلز تمام كده طيب المشكلة فين هنا المشكلة هنا في انزيم اسمه ستيرويد سلفاتيز الجين اللي بيصنع الانزيم اللي هم ستيرويد سلفاتيز بايز بالعقل بالعقل طالما الستيرويد سلفاتيز انت عندك دلوقتي الكوليستيرول اللي الموجود بين الجلد مسؤول عن الاحتفاظ بالرطوبة دلوقتي اللي بيصنع الانزيم الستيرويد سلفاتيز الستيرويد سلفاتيز وما فيش كل ستيرويد كذلك اللي كان بيصنع يا حبيبي برضو الانزيم الستيرويد هرمون التستيرون في الميل والأستروجين في الميل ما هو برضو الانزيم سلفاتيز اصبح دلوقتي بالنسبة لك ده ما عندوش حاجة تقدر ان هي تلطف في الموضوع بعد البيوبيرت صح فالطفل بتاعك ده يبدأ الاعراض بتاعته من سن اقل من ثلاث شهور مش معنى ثلاث شهور دي اصلا جماعة الطفل او البيبي بيكون فيه هرمونات من امه في اول ثلاث شهور من الحياة حلو كده طيب الشكل احنا هنكونا بنقول فاين براني صح فاين براني لان المشكلة ما كانتش في الكوليستيرول المشكلة كانت فين المشكلة كانت في البروتين اللي اقول في اللاجرم بروتين هنا لا المشكلة في الكوليستيرول فدلوقتي ايه دلوقتي هتلاقي ان الجلد او الكشور بتاعت الجلد حجمها كبير دارك لارج اللونة رصاصي او رصاصي بتكون موجودة اكتر على بالذات النك يمكن الحاجة المميزة ديه ديرتي دي حاجة مميزة قوي قوي لها لإكس خلو كده نفس الكلام بتاع موضوع الصني ويزر والوينتر لأن انت فاهم ان الصني بيعرق فخلاص ايه الموضوع يكون خفيف شوية في الصيف هنا بقى مميز ان البالم والسول ما لهم سبيرت دي حاجة مميزة ليه ان دورج ليه ما بيتأثروش ما فيش برضو كيراتوزيس بيلاريس وما فيش برضو اتوبك درماتيس اللي نحن نتفقين اتوبك درماتيس المشكلة في الفلاجرين جين في الفلاجرين ايه جين مش في الكوليستيرول سلفاتيس خالص او استيرويد سلفاتيس خالص حلو كده ما فيش تأثير بالبيو بيرتي وما بيتحسنش بيد الشكل قادي الشكل نلخص الكلام هو مين اللي على النك والترنك قادي الشكل بتاع النك بيعمل سبيرنج لإيه سبيرنج لال البالمندسول ونفس الكلام برضو فيه hyper keratosis أو ortho keratosis وreduced the granular cell layer دي الclinical picture اخر نوع معانا وده اسوأ نوع وهو la miller ectiosis بيجي اسألك في الامتحان على المود of transmission ده جماعة وتوزومة recessive يبقى نلخص الكلام كده الاكتايوزيس فالجاريس ده عبارة عن ايه الاكس لينكد ريسيسف اكتايوزيس و la miller اكتايوزيس الiv او الاكتايوزيس فالجاريس كنا بنقول ان ده اوتوزومة دومينانت اكس لينكد من اسمه اكس لينكد اللاميلر ده اوتوزومة recessive من منهم more common ده more common والبقيين less common من منهم more severe ده جماعة المورسفير اللي هو اللاميلر تسمى لاميلر لان السكيلز او الطبقات بتاعت الكشور بتكون طبقات فوق بعضها عشان كده تسمى لاميلر طبقي وبالتالي الكشور هتكون ايه طخينة خشنة الجلد الطبيعي بتاعه انه هو لونه اصفر طب لما خطوا واحدة صفرة فوق واحدة صفرة هديك لونه اصفر غامق اللي هو ال brown ال brown color وفيه برضو hyper keratosis لل palm and soul يمكن النوع الوحيدة جماعة هو ال x-linked recessive انه مفيش affection لل palm والسول حاجة اللي بعد كده خد بالك خد بالك من ايه ان فيه اكتروبيان هنا كمان ده النوع الوحيد اللي معها اكتروبيان ليه؟ large scale بتبتدي ان هي تشد تشد على lower eyelid تنزلها تحت فتعملك اكتروبيان تعملك ايه اكتروبيان برضو نفس الحكاية معاك hyper keratosis بكمية كبيرة بس خد بالك هنا جماعة الجلد اضخين قوي فال granulosis layer مالها سليمة فاش مشكلة treatment انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان عندك الجلد ناشف طبعا انا عايز ارطبه هتعمل ايه؟ هلطب الجلد هترطبه ازاي؟ عندنا طرق كتيرة للترطيب تمام؟ cream, oil, lotion, bus, oil اي حاجة تعملك ايه؟ اي حاجة تعملك ترطيب حالو كده؟ طيب طيب ده في الترطيب طب دلوقتي لو جلد ناشف انا محتاج اللي انا اشيله اشيله ازاي؟ شيله بحاجات تعمل keratulitic زي ايه؟ زي السلسالic acid او اللactic acid المخففين طبعا ما ينفعش انك تخط حاجة من دولة تركيزها عائلة عشان ايه؟ عشان اكسر الكيراتين الكتير اشيل السكيلز يستحمى بسلسالic acid تمام؟ طيب لو الموضوع سفير زي اللاميلر ده وبالمناسبة اللاميلر الطفل اول ما بيتولد بيتولد في ميمبرين بنسميه كلويد ميمبرين كلمة كلويد الميمبرين معناها بورقع عارفين يعني ايه بورقع؟ في اللغة العربية البرقع ده اللي هو اللبس بتاع المرأة اللي هو قطعة واحدة بتلبسها من راسها لفوق لحد رجلها تحت هو طفله بيكون موجود في مولود في ميمبرين زي كده من الجلد بتاع الجلد بتاعه ناشف كله على بعضه لازق في بعضه مش مفصول السفير فورمس زي اللاميلر بنضطر ان احنا هنديله سيستاميك ريتينويد ده عبارة عن فيتامين ايه مصنع هو حلو وكل حاجة بس المشكلة ايه المشكلة ان انت هتديه الفترة طويل والمعروف يا جماعة ان الفيتامين ايه معروف ان الفيتامين ايه لهيباتو توكسيك افكت وانت المريض ده يمشي على الدواء ده طول حياته فانت لازم انك تتابع معاه بليفر بونكشن وتبدأ باللوست دوز انك تقدر عليها ده بالنسبة للمرض الاولاني اللي هو السماكية زي بنقول عليه او الاكتيوزس او في معنى اخر القشف يعني ايه الجلد بتاعه مأشف المرض التاني اللي هنتكلم عنه هو برضو من جناتك ديسيزيز وهو زيرو ديرما بيجمنتوزا زيرو ديرما زيرو يعني جاف ديرما يعني الجلد الجاف بيجمنتوزا يعني الجلد الجاف اللي فيه بيجمنت امام كده طيب الموضوع ده عبارة عن انهارتد ديسوردر الاشخاص دولت عندهم او اوتوزومارسيسيز ديسوردر خلل موجود اوتوزومارسيسيز بيتم توارسه بصورة اوتوزومارسيسيز الخلل ده موجود في الDNA اكسيجن ريبير جينز الجنات المسؤولة عن ايه عند تصليح الDNA لما يحصل في خلل في الشرطين بتوعه لما بيحصل خلل في الشرطين بتوعه DNA بيجي حاجة اسمها Excision Repair Enzymes Excision Repair Enzymes بتبتدأي أنها تشهيل القاعدة نيتروجينية اللي فوق والقاعدة نيتروجينية اللي تحت الحاجة اللي بعد كده زي ما قولنا عايزين نتكلم معنا يا زيرو درما ميجمنتوزا في المرض بتاعنا زيرو زي ما قولنا جفاف درما الجلد بيجمنتوزا يعني ايه يعني فيه بيجمنت يبقى جفاف وبيجمنت موجودة في الجلد طيب يا ترى ايه المشكلة الموضوع عبارة عن خلل بيحصل في Excision Repair Genes والexcision Repair Genes الخلل ده بيتم تناقله عن طريق صورة Autosomal Recessive Disease ايه هي بقى Excision Repair Genes دي عبارة عن جينات كانت بيتيجي لما يكون فيه عندك قاعدتين نيتروجينيتين قصاد بعض فيهم خلل وده اللي بيحصل لما DNA يتعرض ليه كان بيجي الجين ده ويشيل الخلل ده يصال لحظة طب دلوقتي الجين مش موجود انت لما تتعرض لـ UV rays مفيش حاجة تحميك فالدين ايه بتاعك هيتعرض المشكلة مش في المرض ذات نفسه المشكلة في مضاعفات المرض انه ده عيدخلك في ايه ده عيدخلك في skin aging and skin cancer وده اللي بيقلق من المرض بتاع الزيرو ديرما بيجمنتوزا وفتكر الموضوع كله UV rays وبالتالي علاجة كله انك تبعد عن الشمس ده العلاج الرئيسي prevention من الايه من sun rays طيب clinical picture مين يا جماعة اللي اتعرض للشمس او مين ببساطة يا جماعة اللي بيتأثر عندك بيه الشمس لما بتتعرض لـ UV rays الجلد العين والبريم الجلد العين والبريم تمام طيب في بداية المرض لو الطفل لسه ما بظاهر عليه الاعراض بدايته بتكون ايه في اول سنتين من الحياة بدايته بتكون sun burn بيتعرض للشمس بيتحرق الجلد بتاعه sun burn sun burn ده بعد فترة بيبتلي ان هو يظهر في راكلز او lintigins اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن حاجة يجب انقول لها لها حسنات او النمش تمام كده طيب اللي بقى الكمبليكيشن اللي بتحصل قبل سن العشر سنين الطفل ده بيكون جاله skin cancer اكتر الانواع بتاعت ال skin cancer اللي بتيجي هي الماليجننت ميلانوما وده سؤال جيه multiple choice قبل كده قال لك ايه هو المستقام skin cancer associated with zero derma big ventozen ماليجننت ميلانوما يا جماعة يلي الماليجننت ميلانوما ايه ال basal silk ar rotor او sorry sorry ال basal silk arcinoma يليها le squamus silk arcinoma ثم الماليجننت ميلانوما الماليجننت ميلانوما اقل حاجة بتحصل السؤال اللي جئ كانت الاجابة بتاعته basal silk arcinoma كان حاطط هو squamus لا هي كانت basal silk arcinoma علاس كده طيب على الرغم من ان ال skin cancer احنا عارفين ان هو بيجي في سن سبعينات تامانونات بيجيش في الاماكن اللي هي متوسطة وبيجي على أطراف الأرض حيث الأماكن اللي فيها اليوفيريز موجودة بكمية كبيرة زي نيوزلندا آيسلندا الحتة البعيدة دي تمام؟ ناحية السوق ببتاع طبقة الأزون إلى أن الخلل في الجين ده بيخلي الشخص الموجود في أي منطقة في العالم حتى لو كمية اليوفيريز الموجودة قليلة لأنه بيتعرض لي لسكن كنسرز المختلفة دي تمام كده؟ طيب بيقولك أن الموضوع خمسين فولت يعني خمسين ضعف الشخص أنه هو يصاب بالسكن كنسر طيب طبعا غير السكن كنسر أنت عندك بيظهر عندك بيجمينتيشن سواء هايبر بيجمينتيشن أو هايبو بيجمينتيشن في الجلد المختلف اللي بنقول عليها السكن ايجن عارفين يا جماعة الأشخاص الكبار لما تجي تبص على الجلد بتاعهم مثلا بتاع ايديهم ولا بتاع رجليهم تلاقي في نقطة بقع حمراء بقع عبني بقع بيضاء هي دي اللي بنوع على السكن ايجن إن خلال الجلد بتتري أن هي منها اللي بيرصب بيجمينت زيادة منها اللي بيشيل البيجمينت اللي فيه نفس الكلام بيحصل عندك في الأشخاص اللي هم عندهم زيرو ديرما بيجمينتوس ده بالنسبة للسكن يبقى السكن يا جماعة قسمناها الحاجات السكن عندك في البداية أول سنة أو أول سنة تم الحياة بعد كده أقل من عشر سنين بيحصل السكن مليجنانسي الموضوع من بيزل سلكارسينوميا يليها سكويمس السلكارسينوميا يليها مليجنانتميلانوميا بعدين ايه بعدين سكن ايجنج بعد سنة عشر سنين اللي هو عبارة عن ايه الهايبر والهايبو بيجمينتيشن اللي بتبتل إنها بتكون موجودة عندهم بعد كده الأوكيلر ابنورماليتي مين اللي هيتأثر في العين يطرى الأنتيري ريتشامبر او الأنتيري كومبورتمنت بتاع العين ولا البستيري يير كومبورتمنت أكيد المتعرض للشمس الأنتيري كومبورتمنت يعني دي فون بتاعت العين الكورنيا الكونجاكتايف هدول هيتعرضوا طب هحصل فيهم هحصل فيهم زيروزس والصريشن وباسي وباسي فيكيشن في النهاية هتنتيب كورنيا الوباسيتي هتنتيب اكتروبيا لأن الجلد بيحصل له هيلينج بسكر وهتنتيب فوتوفوبيا طب فوتوفوبيا ليه بسبب ان بيبتدي تأثير على ايه على الانس كلينك البيكتشر تاني مع بعض عندنا الطفل وهو صغير عنده الصن بيرن زي ما انتشايف صن بيرن هو بص على ايده بص على اطراف ايده صن بيرن ووشه محمر اهوت بسبب السنسيتيفتي ليه اللايت او الفوتو سنسيتيفتي بعد كده بيبتدي يظهر عنده فراكلز فراكلز يعني النمش في جسمه كله بعد كده سكين كينسر الشكل المميز بتاعها الرودنت ألصر الاي كومبليكيشن الاكتروبيا اللي ممكن يحصل بسبب الهيلينج بايس كارتشو فيشد الاين لتحت واكتروبيا جاءت سيرتة قبل كده احنا بنتكلم عن ايه ما تنساش واحنا بنتكلم عن الاكتايوزيس انا ينعمل الاكتايوزيس اللاميلر اللي هو السي فيروس طيب اللاميلر اكتايوزيس كان مع اكتروبيا مبارد قال الكورني الاوباسيكيشن لو صورة واضحة شوكت هتكون بينا طبعا في كيراتايتس احتعمل الاوباسيكيشن في النهاية في سكين كينسر ممكن ان هو يحصل بعد كده النيورولوجيك ما ننساش قلنا سكين او جلد وعين وبرين جلد وعين وبرين او سكين وعين وبرين نيورولوجيكال نيورولوجيكال زي ايه بيحصل بروجريسيف نيورال دي جينيريشن في 20% من الحالات بتاعي طيب المرض بيظهر امتى بما انه جيني اكيد من اول ما الطفل يتولد يتعرض للشمس يتحرق ام وتحطه في الشمس تيجي تقولك يا دكتور ده طلع له نمش هو كان مولود من غير نمش تمام بعد فترة تقولك ده طلع له الالثر موجودة في وشه تيجي انت تبص على الالثر تلاقي ان هي بيزل سي الكارسينومي المانجمنت زي ما قلنا الموضوع كله يو في ريس انا دلوقتي محتاج لنا اقل الاوامنع الشخص ده من انه هو يتعرض لليو في ريس طب اعملها ازاي دي استخدم ايه في البيت ذات نفسه نوع الازاز الموجود في البيت يكون بيأكس اليو في ريس الويندوز بتاعتك الحاجة اللي بعد كده لو هو عيطلع بره يغطي جسمه بالكامل من فوق من شعر الرأس وحد ترطيف صعبة الحاجة اللي بعد كده بما انه ده سكين كنسر هتعمل ايه ايه دي سيستاميك ريتينويد وبرضو نفس الكلمة اللي بنقولها السايد افكت لان هي هتستخدم فور لايك السايد افكت بتاعت السيستاميك ريتينويد اللي هي الهيباتو تكسيس ده بالنسبة للمرض التاني المرض التالي عندنا ومجموعة من الأمراض اسمها ابيدرمولايسيس باللوزة ابيدرمولايسيس باللوزة ودولة يا جماعة من أسوأ الأمراض اللي هتتمشوفها في الجلدية لان الاشخاص دول Turns تحس انهم هتجي تبص على جلدهم تحس انهم محرووب بالكامل تمام طيب ابيدرمولايسيس يعني ايه ابيدرمس ابيدرمس няяسيس يعني تكسير باللوزة جاية من بولي يعني ايه يعني الشخص ده هتيجي نبص على جلده تلاقي انه هو مليان ملتبول بولي بسبب تكسير في الابيديرمال سيلز او الاتصالات اللي بين الابيديرمال سيلز وبعضها البعض طب بالله لك قول للاتصالات عندنا جماعة الاتصالات المقصود بيها هي بين البيزل البيزل لير او البيزل كيراتينوسايت وبين البيزمنت ميمبرين بتاعها وبين ايه وبين الديرمس وغنان علي يعني ارجع نقسم الابيديرماليسس باللهوزة لتلات حاجات اول حاجة انتراابيديرمل انتراابيديرمل الخلل هنا فين الخلل هنا بين البيزل كيراتينوسايت وبقية الكيراتينوسايت بين البيزل كيراتينوسايت وبقية الكيراتينوسايت من اللي في كيراتين خمسة اربعتاشر من اللي فين في كيراتين خمسة اربعتاشر تمام يبقى جماعة الانتراابيديرمل الانتراابيديرمل الخلل فين الخرال في الكراتين 5-14 بعد كده الجنكشنل بين البيز الكراتينوسايت وبين البيز اللامن بين البيز الكراتينوسايت يبقى قلنا ده اللي موجود بين ده ده اسمه اي اسمه بعد كده ده الموجود بين البيز الكراتينوسايت والبيز منت ممبرين واحنا عارفين ان البيز منت ممبرين عبارة عن طبقتين او البيز اللامن عبارة عن طبقتين البيز منت ممبرين طبق اسمها لامنة دنسة وطبع تاني اسمها اللامنة اليوسيدا اللامنة اليوسيدا اللي فوق اللي فتحة اللامنة دينسة اللي تحت لو انت عندك خلل موجود عندك في الألفة ستة بيت أربعة انتجرين أو في اللامنين 3-3-2 اللي هو 332 أو في طيب أو في طيب 17 من الكولاجين أي خلل من دول هيعمل لك إيه هيعمل لك جانكشنال إبديرملايسيس باللوز جانكشنال إبديرملايسيس باللوز حاجة الأخيرة اللي هو لا ده التكسير هنا تحت البيزا اللامن وللأسف الأشخاص دولة الهيلنج بتاعهم أو الهيلنج ما بيكونش غير بيه سكار سكار لأن انت قاطع من الإيه بديرم والديرم كمان فعمل ألصر والألصر الهيلنج بتاعه بسكار وده أسوأ أنه انت هتشوفه اللي هو ايه اللي هو الديرموليتك أو بنقول على ليه الديستروفك ديرموليتك أو ديستروفك ده هنا الخلل فين؟ الخلل هنا في الكولاجين رقم سبعة كولاجين رقم سبعة هو اللي فيه الخلل تفهم كده يا جماعة؟ مهم أنك تقرأ في الخلل فين؟ طبعا ده سؤال الامتحان يبدأ يا جماعة الخلل فين؟ الخلل كيراتين 5-14 الجنكشنل أو الانترالامنا اليوسدى الخلل فين؟ الخلل في حاجة من حاجتين يئمة ألفا ستة بيت أربعة انتجرين يئمة لامنين 3-3-2 الديستروفك أو الديرموليتك الخلل فين؟ خلل في كولاجين سبعة خلل في كولاجين سبعة احفظهم زي اسمك تعالوا نتكلم عنهم نوع نوع ونبتدي ان احنا ايه؟ نبتدي ان احنا نعرف كل حاجة عنه كده كده احنا بناخد تفاصيل صغيرة عنه يعني مش بناخده بالكامل نبدأ بقول النوع عندنا وهو الانتراابديرمل انتراابديرمل فورم ده فين؟ من اسمه كده في الابديرم الخلل فين؟ كيراتين 5-14 الخلل فين في كيراتين 5-14 ازاي بيتم تناقل الخلل؟ اوتوزومة الدومنت يا دكتور اوتوزومة الدومنت يتم تناقله بشكل ايه؟ بشكل سيادة بارزة تمام؟ طيب يا ترى ايه ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل الشخص ده الجلد بتاعه طبقات بتاعت الجلد بتتقسم عن بعضها البعض بتعمل بلسترينج يعني بلسترينج زي الحروك كده طبقات جلدك بتنفصل عن بعضها البعض وبيتكون مية تعمل لك بلستر او بولي كيسة بلونة جواها مية وجواها سيرس في لود نفس الكلام بس ده مش لما يتعرض للحرق ده بين مجرد توروما صغيرة مينور ميكانيكال توروما تلاقي ايده ابتالة طبقات الجلد تنفصل الجلد بتاعه بيهنفصل عن بعض البعض ويبتالي انه هو يعمل لك الصورة النمطية بتاعة ايه؟ بتاعة البلستر اللي فيه ايبي ديرمي لايسيس باللوز وطبعا الصور بتاعتها لأسف سيئة جدا ومعظم المرض ضبطوها بيموتوا مش بسبب المرض ولكن بسبب الكمبليكيشن او المضاعفات ومعظمهم بيموتوا بسيفسس سكين انفكشن تنتيب سيفسس نبدأ بأول حاجة عندنا الابي ديرمي لايسيس باللوزة سيمبليكس او اللي بنقول عليه الجنراليز الموضوع كله عبارة عن جنراليز بلستر زي ما قلنا ان جلد الشخص مفصول الطبعاتين بتوعه في الابي ديرم الموضوع عيسيب مين اكتر بالعقل الكونديشن عيسيب مين اكتر عيسيب الاطفال صغيرين طفل لسه مولود يا دوب الطفل بمجرد ما ان هو امه تغير له دومه ده في البداية خالص يبتدي ايه يبتدي يحصل يبتدي يحصل البلستر طيب الام بتلبس الطفل منين تلبسه من راسه صح فتبتدي النهاية تبدأ فين تبدأ في الراوند نك وعندك حوالين الهند والفيت لما الطفل يبتدي ان هو يمشي ويصحف والاكسترمتس تمام كده دي الاماكن اللي بتكون امفولفت ايه تكرر ان لايه الاماكن ان الطفل بيصحف فيها اماكن الطفل بيصحف فيها الهند الفيت الاكسترمتس لان كلمة السر هنا هي ايه الجلد بيتملخ يعني ايه الجلد بيتملخ يعني الطبقات بتاعت الجلد بتنفصل عن بعضها البعض تمام كده الطفل لما يصحف يبتدي الأماكن ديت هي اللي افكتت فما تتنساش الهند الفيت الاكسترامتس دي الأماكن اللي عتكون افكتت تمام طيب مع الوقت يا جماعة هنا القطع فين القطع في الطباط اللي فوق ده احنا قلنا انت رأيب ديرمن الجلد مع الوقت عيبتدي انه يهيل انت عندك البيزلير بسم الله ما شاء الله عليها عمالها تنقسم عمالها على بطال فعيبتدي يحصل هايبر كيراتوزيس في الأماكن بتاعة البال موسول ده اللي انا متأكد والهيل عيحصل عادي مفيش اي حاجة طول ما انت الديرمس لسه سليم او البيزمنت ممبرين لسه سليم البيزل سلطن قصر تعوض لك الخلاة اللي ماتت وفيها ايه لما شوية خلاة ماته هيرجعوا تاني تمام بس خد بالك خد بالك ان النيل والميوكوز الممبرين لو افكتت ده بيعمل سيفيرتي للمرأة لان الطفل ده ما بيقدرش يرضع صح او فيه ألصر او فيه إيروجين موجودة في القرى الكابت بتاعته هايرف يرضع ازاي فده يبتدي انه يعمله مال نيوتري وممكن انه يموت بسبب تمام طيب الحاجة الي بعد كده فيه من الإباة درمlls balusa simplex اول نوع اللي هو التابك اللي قلنا عليه اللي هو ال generalized في الأنوع تاني طبعا فيهأنواع تانية خلصنا ال generalized ط capacت نخش على total localized وكانENT الموجود بس اكتر اماكن كانت και três الواقع للجسم كله بس اكتر اماكن كانت الاماكن الطفل بيصحف عليها هنا في الاماكن اللي الطفل بيصحف عليها بس الهند والفيت اللي التي امترض في واحد تاني اسمه اللي هو الأجنة الأجنة دي جماعة دي منطقة موجودة في موجودة فين موجودة في نيوزلندا تقريبا منطقة موجودة في نيوزلندا وجدوا ان المرض ده هناك بيكون مميز بان الميا اللي موجودة تحت الجلد او المحبوسة في البلستر مياش ميا ومال ايه يا سيدي دي ميا فيها دم فبيعمل شكل البروز او الهيموريجيك بلسترز يعني البلستر تكون مليئة نمية جوه ده يعمل لك شكل البروزس او ايه يعمل لك شكل البروزس او الهيموريجيك مانيفستيشن عندك الحاجة اللي بعد كده الابيديرمولايسس باللوزة سيمبليكس وز موطل دي بيجمينتيشن ايه هي نفس الكلام اللي هي السيمبليكس العادية الجناليزد بس الفكرة ان انت عندك فيه بيجمينتيشن كمان بس فيه نوعات صودة ونوعات تانية لونها فاتح موجودة على الجلد ومع الوقت بتفيد يعني بتختفي دي يا جماعة مجرد اسوسيشن كل اللي جايين دولت عبارة عن اسوسيشن يعني يا اسوسيشن يعني انت معاك المرض اللي هو الابيديرمولايسس باللوزة ومعاها حاجة تانية قد تكون تنتمي للمرض يعني نفس الجين هو اللي بايز هو اللي عامل المرض التاني او لا ليس علاقة زي الابيديرمولايسس باللوزة هنا ملاش علاقة الطفل مولود فيه تقرحات بتحصل وانفصال فيه طبقات بتاعت جلده او ملخ في طبقات جلده بعد فترة لما يوصل للسن اللي هو المفروض يسحف فيه يقف فيه يمشي فيه ما بيقدرش ان هو يقف او يمشي او يسحف ليه بسبب ايه ان فيه مايوباسي والموضوع هنا ده الوحيد اللي اوتوزوماريسيزف لو تفتكروا احنا قلنا ان هو طرق الانتقال بتاعت الابيديرمولايسس باللوزة اللي هو الانتراابيديرمال كنا بنقول دومينانت انهيرتنس النوع الوحيد من الابيديرمولايسس باللوزة اللي هي الانتراابيديرمال فورم اللي بيتنقل على شكل اوتوزوماريسيزف هو اللي معه موسكولار ديستروفي وده سواء الامتحان من بين السطورة هو ده سواء الامتحان جي قبل كده الحاجة اللي بعد كده ابيديرمولايسس باللوزة اللي معها بايلوريك اتريجيا دي موجودة عندك في الابيديرمولايسس باللوزة اللي هي الانتراابيديرمال اللي هي البيلوريك اتريجيا يعني البيلوريس بتاع المعدة ماله ديئ البيلوريس متضخم أو ديئ ده association موجود مع حاجتين الحاجة العوانية الـ Ultra Epidermal Epidermolysis باللوزة والنوع التاني اللي هو Junctional Epidermolysis باللوزة تمام؟ لأن وجدوا أنه برضو بيكون موجود في الخلل في الجين اللي هو بيت أربعة انتجرين وأنا عرف أنه بيت أربعة انتجرين ده هو موجود فيه وأنا عرف دلوقتي أنه هو موجود عندنا في الجونكشنال الفورم جينة السيرة بتاعتها عبر عن إيه ده عندك فيه مشكلة في الجين المسؤول عن إنتاج حاجة من حاجتين أو حاجة من ثلاثة حاجات يا إما اللامنين تلاتة تلاتة اتنين يا إما الكولاجين رقم 17 أو إيه أو الألفة ستة انتجرين بيت أربعة انتجرين ألفة ستة بيت أربعة فعرف اللي بالله عليك التلات جينات اللي ممكن يكونوا Affected بتوعك. والموضوع بيتم انتقاله بصورة Autozoma Recessive. الموضوع بيتم انتقاله بصورة Autozoma Recessive. عرفت التلات جينات اللي ممكن تكون بايزة? آه عرفتها. وعرفت انه هو بيتم توروسبسكر Autozoma Recessive? آه خلاص. تعال ناخد الانواع المختلفة بتاعته. احنا عندنا انواع? آه عندنا انواع الجنكشن. الابديرماليس باللوزة. السفير جنراليز. بنقسمها لحاسها بالسفير تاني. السفير جنراليز. الواعليه الهيرلدز. هيرلدز. ابديرماليس باللوزة. او جنكشن. الابديرماليس باللوزة في هيرلدز. طيب ايه اللي حاصل? في جنراليز بلستر. في ملخي في الجلد. فين بالضبط? الحتة المميزة هنا. هي في الجنكشن. هي ايه? هي البري أوريفيشيال. حوالين الأورال كافتي. بتلاحظ موجودة حوالين الأورال كافتي. يتشال الطبقة بتاعت الابديرمس. ويتم الهيلنج بتاعها بجرانيوليشن تشوه. يتم الهيلنج بجرانيوليشن تشوه. خد بالك. بيتشال جزء كبير من الجلد. والهيلنج بيتم بجرانيوليشن تشوه. والميقوزة ممكن ان هي تكون أفكت. وده هي خليه سفير أكتر. لان الطفل مش هيقدر يرضى. ولا هيقدر انه هو يأكل. والطفل ده للأسف الميقوزة مش بس بتاعت الأورال كافتي اللي بتكون أفكت. ده بتاعت الجويتي بالكامل. وبتاعت بالكامل. عشان كده اكتب بالله عليك جنب الجنكيشن الإبيديرماليس بيضرب ميوكس ميمبرين أكتر. بيضرب ميوكس ميمبرين أكتر. يا جماعة ملخص الكلام بالنسبة لإبيديرماليس باللوزة. طول ما انت بتضرب ديب يعني الانترا إبيدرمال مش مشكلة. ما فيش تأثير في الميقوزة. الجنكيشن الميقوزة بقت أفكت. لما نجي نتكلم دلوقتي على الإنترالامنادينس والحاجات ديت لا أتلاقي الميكوزة أفكتد والطفل ده بيموت بادري تمام؟ الطفل بتاعنا ما بيقدرش أنه يعدى مرحلة الإنفانسي زي ما أنا ما بيقدرش أنه يأكل أصلا فعنده رسبيراتر ديفيكالتي عنده هورس فويس ملخص الكلام قد الشكل بتاع البرئيروفيشل جرانيوليشن تشو أهوت مش بس ده انت رو فتحت الأورال كافة بتاع الطفل ده أتلاقي موجود الشكل بتاعك ده السيفير طيب زي ما أنت شايف في الجسم كله يعني في صوابه في الباكت في الارم الأماكن اللي هي بيطارد لها ترومة وهينا ملوشي سبسيفيك سايد غير البرئيروفيشل كون ان انت تلاقي برئيروفيشل فخلاص ده عبارة عن جونكيشنال جنراليز السيفير خلاص كده طيب الجونكيشنال إبديرميلايسيس باللوزة الجنراليز الانترميديا تبقى بص الأولاني كان بيموت في سن الإنفانس هنا جماعة life expectancy reduced بس ما بيموتش بدري يعني ما بيموتش في سن الإنفانس ممكن ان هو يسيرفايف في الإنفانس ويعيش لحد سن البيوبرد نفس الكلام في granulation tissue موجود عندك نفس الكلام يا دكتور الفكرة كله ان ده intermediate عن التاني التاني كان سيفير كان الطفل بيموت بدري هنا لا intermediate الميوكوزة طبعا affected بما ان احنا بنتكلم على الجونكيشنال التوز برضو عتكون affected الجمزة عتكون ورمى وملتهبة نفس الكلام بالزبط نفس الكلام بس الفكرة ان الطفل بيقدر يقش فترة أطول شوية تمام كده طيب خد بالك خد بالك من ايه فيه سطيب كمان اللي هو رقم ثلاثة الجونكيشنال ابي ديرماليسيس باللوزة جينراليز ده اتروفك جينراليز ده اتروفك ايه وده عبارة عن ايه فيه فيه بليسترز يعني الجلد بيتقرح وبيبتدي ان يحصل بس الفكرة ايه بس الفكرة ان الجرانيليشن تشو اللي بيكون موجود كهيلنج اللي هو بيصلح المنطقة البيضة اتروفك عشان كده اسمه جينراليز ده اتروفك وده جماعة كتبوه نوع ثلاثة رقم ثلاثة جينراليز ده ايه جينراليز ده اتروفك خلاص كده طيب اخبار اللايف اكسبكتنس ايه عادية عادية ما كفاش مشكلة تيبكال لايف اكسبكتنس يعني مافيش حاجة خلاص فده نقول ان هو ايه ليه طيب هو تيبكال لان الميوكاس ميمبرينا يا جماعة مش افكتد الميوكاس ميمبرينا ما بتكونش افكتر بقول لك اكسترا كيتينيس انفولفمنت سرير يعني اخره الجلد الطبات بتاعت الجلد بس ده بالنسبة للنوع الثاني معنا وهو ايه وهو جونكيشن النوع الثالث اللي هو ايه اللي هو الديستروفك فورب وده اسوأ نوع للأسف والمريض بتاعك ما بيكمدش فيه الحياة ايه الموجود عنده ايه اللي انا اعرفه عنه احنا عارفين ان فيه خلل في كولاجين سبعة فيه خلل فيه كولاجين سبعة ايه واحد او كولاجين سبعة وخلاص فيه خلل في كولاجين سبعة تمام طيب ده هيقدل ان الجلد ينفصل الطبقة بتاعت الابديرم بالكامل هتتشال والبازمينت ميمبرين هو وراخر ايتشال معاها ويتكون تحتها مية طب لما يحصل هيلنج يحصل هيلنج بايه للأسف خلاص لما انت شلت البازمينت ميمبرين البيزل سيزة خلاص بتقولك بالسلامة مفيش بقى مفيش ايه مفيش انكوسام لها فيحصل ديستروفك سكار ايتكون سكار سكارينج السكار ده هيشد على الجلد هيشد على الجلد ولو السكار واخد حتة كبيرة هيبترى ان هو يعمل ديفورمتي في المفاصل والصابع تمام كده ففيه فيزيكلز او بولي موجودة فوق المفاصل فوق المفاصل بالذات الصوابع بتاعت الايد والرجل النوكلز اللي هي الاماكن اللي الطفل بيصحف عليها خد بالك البولي او الفيزيكل دي عطربشر تطلع الفلوود اللي فيها هيلد بايه هيلد بقى مش بجرانيوليشن تشو اصل جرانيوليشن تشو معناها ان ده الطبعة بتاعت البيزلير سليمة هنا البيزلير متشالة ما السليمة والهيلنج ازاي الهيلنج بفلش كالر سكار لايك بنقول عليه البو بابلويد ليجين البو بابلويد ليجين مادة كده لونها بيضة موجودة مادة لونها بيضة موجودة بتمثل ايه بتمثل ان الديرمس ابتدى ان هو يتضخم الديرمس ابتدى ان هو يتضخم تمام كده طيب على رغم ان الاماكن التبكال بتاعتها اللي هي الانكل الالب والفينجرز والماكلز الى ان ان هي ممكن تيجي على الترنك بالذات في سن القضل تهوت بالذات في سن القضل تهوت تمام طيب مشكلتك الاسكار تيشو اللي بتكون ده هو على الاماكن اللي فيها مفاصل عيبتدى ان هو يعمل ديفورمتي في المفاصل كله لايك هند على سبيل المثال النيلز طبعا عتبتدى ان هي طبوز لدرجة ان احنا بنقول عليه ايه بنقول عليه في النهاية ان هو بيعمل شكل عارفين الجلوف او الجوانتي بتاع الزمان اللي هو عامل كده الجوانتي بتاع بتاع التورتة ده او بتاع الكيك اللي بنستخدمه الجوانتي بتاع الفورن ايه للشخص بتكون شبهه في النهاية كمان فمقول عليها ايه اه متل هند طيب ده يا جماعة كان جنرلايزد ده دومننت الستروفك ابو درماليسيس باللوزل جنرلايزد فيه نوع تاني منه ده دومننت ها ده دومننت الوزل جنرلايزد فيه نوع تاني منه ريسيسف فيه نوع تاني منه ايه ريسيسف الريسيسف ده بيبدأات البرس باردو ونفس الكلام بس الديفورمتي بتكون موجودة فيه اكتر المتل موجودة في الريسيسف طيب اكتر سبحان الله الحاجة اللي هي سفير ربنا بيخليها ريسيسف يعني ريسيسف يعني غير سائدة مش هي اللي بتكون واضحة وهي اللي ظهرة تمام ودي من رحمة ربنا يعني بالناس دي الحاجة اللي بعد كده برضو فيه نوع من الدومننت اسمه بارد سندروم وهنا ده الدومننت بيكون جنرلايزد زيما بارد سندروم من اسمه بارد يعني بارد بارد او لوكاليزد لوكاليزد بارد أو دي سكان تمام كده طيب ده بالنسبة ايه ده بالنسبة للابيدرماليسيس باللوزة مننساش باردو ريسيسف للاسهب بيكون معها هاي ريسك اللي ان هو يجيله سكين كانسر وليه المرة التانية اللي بنكرر فيها سكين كانسر كررناه في المرة الاولى فين واحنا بنتكلم على الزيرو ديرما بيجمنتوزا خلاص سكين كانسر هنا موجودة برضو بصورة كبيرة الشخص ده عتشخصه ازاي بصوا لجماعة نراجع الكلام تاني في الديستروفك الديستروفك قد الشكل بتاع القلب وبابلويد ليجن الموجود عندك ويمكن شابه شوية الجرينيشن تشوه بس الصورة مش واضحة نتواطلوها واضحة عندكم في الكتاب قوي بيضرب المفاصل زي ما قلنا اكتر وبيكون موجود في الادل تود around the trunk خلاص ودي الشكل بتاع الديفورمتي الكونتركشن بتاع الهند اهو ودي الديفورمتي اللي هي ايه قلنا عليها في المفاصل واللي بتكون موجودة اكتر مع ايه قدل المتن لايك اللي هي مع الوتوزوم الريسيسيسي عن رغم انه الوتوزوم الديومانت لان الوتوزوم الريسيسي البيتاعه بيكون شكل وايه وبيعمل شكل الديفورمتي بتاعت المفاصل اتشخص ازاي عمل سكين بايوبسي عشان اشوف الليفل بتاع الانفصال فين وطبعا الليت مايكروسكوب مش هيسعيفك في موضوع الليفل بتاع الانفصال لازم انك تبص عليه بالالكترومايكروسكوب عشان تبص الليفل بتاع الانفصال فين بالزبط اخد بالك زي ما قلنا ان المريض ده اللي بيماوتها يا جماعة هي الانفكشن لان ما عندوش جلد واحنا قلنا منوظيف الجلد البرتكشن كون انت ما عندكش جلد اي مايكروب عيخش جسمك على طول طوالي مش هيوقف فهيبتلي للاسف ان هو يموت من سيبسس وسيبتيسيميا وقد يكون الموت رحمة ليهم صراحة لان الانفصال بتاع الجلد انت فهم ان فيه نيرف موجودة في الجلد الجلد بينفصل بيتمزع وده بيكون موجودين عندنا في عمبر الحروق يعني الشكل بتاعه اصلا ما تخش شكل جلده كأنه هو محروق بس هو مش محروق هو مولود كده وطبعا هتعمل دين انا رسا نشوف انه انه نوع بالزبط وما تنساش ال جي اي تي اخباره اي الالصرز اللي بتكون موجودة فيها تمنعهم لك المانجمنت الجين سيرابي برومسنج بس للأسف يا جماعة لحد دلوقتي مفيش علاج دي كل اللي انا اقدر اعمله اللي انا امنع يعني المرض ده بيتم تغرسه بصورة اوتوزومة دومن انت مثلا اوتوزومة رسيسف بالييتف تريتمنت بلاش ترومة يا ماما بالراحة على البيبي بتاعك لبسيه حاجة كويسة خد بالك انه يجيله في القرى الكافيت بتاعه فابتدي ان تغذيه بالطريقة المعينة خلي الاكل بتاعه اكل لاي ينرطب لان زي ما اللي بيأكله سيرجيكال انترفينشن لو حصل عنده اي خلل وي دينتال انترفينشن بصورة مستمرة ده بالنسبة للمرض التالت معنا المرض الرابع اللي هو النيوروفايبروماتوزوس او كما كان يسمى قديما الفون ريكلين جاوسين ديسيز النيوروفايبروماتوزوس ده عبارة اوتوزومة دومننت ده اول حاجة لازم نحن نعرفها في منه انواع جماعا النيوروفايبروماتوزوس في منه انواع عندك طيب 1 طيب 2 طيب 3 وفيه طيب 4 طيب 1 هو اللي فيه تأثير ليه الجلد طيب 2 ما فيش تأثير للجلد خالص وبالتالي طيب 2 احنا بنتكلمش عنه طيب 2 بيتميز انه عنده تأثير على العصب السمعي بيلاترال اكواستيك نيروما فيه ورن بيطلع من الشوانسلز اللي حوالين العصب السمعي اكترى انها تأثر عليه وطيب 3 ميكس يعني ميكس بين طيب 1 واثنين وطيب 4 هو هو طيب 2 بس ما كتينيس منفستيشن دي الحاجة الوحيدة بس اللي ايه تتكلم عن يبقى احنا نتكلم عن طيب مين احنا نتكلم عن طيب 1 وطيب 4 اللي فيهم كتينيس يعني فيه nervous fiber nerve fiber مالو فيه ورم فيه ورم يبقى المرض الجلدي ده فيه ورم موجود فيه nerve fiber طيب nerve fiber هو عبارة عن ايه اي nerve fiber او اي عصب طرف عبارة عن ايه اي عصب طرف عبارة عن الاخزون بتاع الخلال العصبية اللي بيبتلين نواية ني بي تيرمينالز حوالين الاخزون فيه في الميلان شيس وبعد الميلان شيس عندنا مين عندنا الشوان arkadaş Ill ähnlich وشوان وهما اللي بيطلع منهم الاورام يبقى الورم طالع منين طالع من الشوان والميلان وايه ثاني غير الميلان والشوان قد عندك من ال fiber stitches اللي حوالين الم ال 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 اللي حوالين الأجزون اللي هو قد الشوانسل البرينيورال والإندونيورال الكونيكتف تشو والماسسل والبلاطين أهم كلمة بس يا الشوانسل أهم كلمة لازم منك تعرف النيوروفايموتوس ده ورم طالع من الشوانسل بيتميز به المرض ده النيوروفايبروماتوزس ان فيه نيوروفايبرومة كتير ان فيه ماسس ملتبل نيوروفايبرومة موجودة تحت الجلد معرفينا جماعة ان الاسبروتس من للسنسوري هي اللي بيطلع منها الورم ده بتكون موجودة في الجلد هي راح تغزي الجلد فانت هتلاقي هتلاقي ملتبل نيوروفايبرومة ملتبل ماسس موجودة تحت الجلد طيب الماسس دي ببعض الأماكن بتتجمع مع بعضها البعض عشان تعمل ساب كتينيس بليكسي فورم نيوروفايبرومة ده عبارة عن واحدة مش واحدة بس اكتر من واحدة عارفين الاسبروتس بتاعت الأجزون في النهاية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده وهكذا بتجمعين مع بعض وعملين ماس 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 فتيجي تمسك عليها تحس انك بتضغط على كيسة الكيسة دي تجوها في حاجات كتيرة الكيسة دي تجوها في ايه في حاجات كتيرة موجودة عندك كأنه هي أباجو فورم كأن انت بتضغط على كيسة فيها ديدان تمام؟ طيب والجلد اللي فيها بيكون هايبر بيجمينتد والكلام ده يباسو جنومونيك لنيوروفايبروماتوزيس طيب وان فمن انساش يا جماعة جيسو قال لي امتحان قبل كده قالك ان الصاب كتينيس بليكسي فورم نيوروفايبرومة يسباسو جنومونيك لأنهي نوع من النيوروفايبروماتوزيس واحد اتنين تلاتة اربعة كانت طيب واحد الاجابة ما تتنساش ما تتنساش الحاجة التالتة برضو اللي موجودة في المرض هي الكافيئوليس بوتس او الكاليفيئولي ماكيولز على الجلد اكتلاقي بوتش وكده من الجلد عليها ايه لونها الالوان المتدرجة بتاعت الكافيئولي اللي انا قلتها لكم قبل كده اهي برضو تاني البني الفاتح الشاي بلبن و البيج دي الالوان المختلفة بتاعت الكافيئولي حاجة اللي بعد كده نفس الحكاية النمش اللي بيظهر بس بيكون موجود في الاجزلة ودي بنقول عليها كراوسين كراوسين يعني بس مش في الاجزلة جماعية في اي فولد في الجسم الحاجة اللي بعد كده الاندوكراين الابنورماليتي ودي مش مهمة بالنسبة لك انت كجلدية بس ان شاء الله لما تاخد اندوكراين في البطنة ما تنساش ان النيوروفايبروماتوزس ممكن ييجي معها اكروميجالي زيادة في الجروس هرمون ممكن ييجي معها كريتينيز نقص في السيرويد هرمون ممكن ييجي معها هي باربارسيرويدز زيادة في البارسيرويد هرمون ممكن ييجي معها مكسيديما هي هي الكريتينيز الكريتينيز ما بتيجي في سن الأطفال الغيرين مكسيديما بتيجي في سن ايه الكبار فيه كروموسيتوم زيادة في الكاتيكولامين او بركوشيس بيو بيرتي بسبب زيادة في الاندرجن او ايه او الاستروجين في الفيمين وبونة تشينجز البونة تشينجز بيكون في شكل لوردوزيس كيفوزيس أو سودو ارسيروزيس يعني إيه سودو ارسيروزيس حاجة شبه الأرسيريتس كده بس الأرسيريتس المفروض في تأكل في الكارتلج السودو ارسيروزيس معناها إيه معناها أن البون اللي تحت الكارتلج هو اللي طالع وعمل إروجيس للكارتلج الحاجة اللي بعد كده سباينا بيفي دا ديس لوكيشن أي حاجة في البون ملخص الكلام للنيوروفايبروماتوزز ملخص الكلام للنيوروفايبروماتوزز عندك اعراضة على الجلد عندنا ثلاث حاجات عندنا النيوروفايبرومة والبليكسيفورما بليكسس عندنا اي عندك اللخ نوديول موجودة على الايرس اللخ نوديول موجودة على الايرس والأجزلة في فريكلز زي ما قلنا عليها يبقى كافيء النيوروفايبرومة وديت جنبها في ريكلز اللي هي في الايجزلة وعندنا اي الصاب كتين سبيليكسيفورما الاي عندنا اللخ نوديول بعدين عندنا البرين والبون البرين والبون البون كايفوزز لوردوزز سكوليوزز سودوارسيروزز البرين فيش حاجات كتير خلايا اندوكراين بلاش بالخلايا اندوكراين اندوكراين طبعا بيكون في نيرولوجيكال ابنورماليتي موجودة نتكلم عنها في ملتبل برين تيومرز بيكون مع سيجر وبيكون مع حاجات كتيرة جدا سبيل اللي هي البرين الاندوكراين بقى اللي هي ايه الاكروميجال الكريتينيزمي المكسيديما الهايبرباراس هيرويدزم الحاجات ديكون لقيت فيه كروموسايتومة وكاسة طبعا الريسك بتاع الماليجنانسي عالم على الأشخاص دولة يا جماعة نيروفيبراطوزز 200-500 مرة ممكن هما يجي لهم المراض الماليجنانسي موجود هو بون ماليجنانسي حاجة اسمها ماليجنانت ميلويد ديسوردر ماليجنانت ميلويد ديسوردر زي ايه زي الكرونيك ميلويد لوكيميا ده واحد من البون مارو ماليجنانسي او رمب تحصل في البون مارو طيب النيورولوجيكال اتشين زي ما قلنا اكتب جنبها ساينز او برين تيومر ساينز او برين ايه تيومر زي مينتر ريترديشن ديمنيشيا ابيليبسي انتراكريني الماليجنانسي كتير تمام طيب ده التشخيص ملخص الكلام للتشخيص عشان تشخص ان الشخص عنده نيورو فيبروماتوز اللي احنا قلنا عليهن هو اوتوزوم الدومين عشان تشخص انت محتاج اتنين او اكتر من السبب حاجات دول اتنين او اكتر اتنين او اكتر من السبب حاجات دول اول حاجة محتاج ان يكون عندك على الاقل ستة او اكتر من الكافيه وليس بوت ستة او اكتر من الكافيه وليس بوت لو هو بعد البيو بيرتي لازم انها تكون اكبر من 15 ميلي اللي هو الديامتر بتاعها هذه المكيول الديامتر بتاعها اكتر من 5 ميلي لو هو لسه بري بيو بورتر واكتر من 15 ميلي لو هو بوست بيو بورتر طيب غير الستة كافيقوا ليه محتاجيني غير الستة محتاج 2 نيوروفايبرومة اتنين نيوروفايبرومة او واحدة بليكسي فور من نيوروفايبرومة واحدة بليكسي فور من نيوروفايبرومة محتاج انك يكون فيه freckles, optic glioma, اتنين او اكتر من الليخنوديول, distinctive osteous lesions, كيفوز السولوارسلوزة الحاجات دي, ولازم يكون فيه first degree relative effect. محتاج اتنين من دولات عشان تقول ان ده عنده neurofibromatosis. يعني مسلا يكون عنده ابوه عنده المرض وهو ابتدأ يظهر له freckles في الأجزل خلاص انت كده شخص. ابوه عنده المرض وهو ابتدأ يجي له مشاكل في النظر لما كشفنا لقينا ان هي ورم في الجلاية السلزة او حوالين اللي هي الشوان السلزة لحوالين الاوبتك نيرد. فخلاص دي اوبتك جلايومي يبقى خلاص ده تشخص انها neurofibromatosis طيب وانا. كده خلصنا الامراض بتاعتنا تحت عنوان الجينودرماتوزيس وخلصنا الحصة التانية بتاعتنا. طبعا انا رب تكونوا فهمتوها وشكرا.